الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نتحدث في هذا اللقاء عن التفسير في عصر التابعين أو في عهد التابعين رضي الله عنهم ورحمهم حيث كان الحديث في اللقاء السابق عن المرحلة الأولى من مراحل التفسير وهي التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته التفسير في عصر التابعين معلوم أنه اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم بعض الأعلام في التفسير كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبي بن كعب وزيد وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين فكما اشتهر من الصحابة أعلام بالتفسير فكذلك التابعين اشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عنهم من تلاميذهم التفسير وكانوا معروفين بالاجتهاد في تفسير القرآن وبالتخصص في ذلك والأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم قال الأستاذ محمد حسين الذهبي في تفسيره في كتابه التفسير والمفسرون وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى يعني هؤلاء تابعون أخذوا التفسير عن طريق هذه المصادر الخمسة القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وما أخذوه عن أهل الكتاب مما جاء في كتبهم وعلى الفهم والاجتهاد إذن التابعون أخذوا التفسير أو اعتمدوا في التفسير على هذه المصادر الخمسة القرآن نفسه الحديث وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الصحابة عنه أقوال الصحابة أنفسهم الرواية عن أهل الكتاب وهذا ما سيدعون إلى الحديث عن ما يسمى بالإسرائيليات أو الرواية عن أهل الكتاب وعلى الفهم والاجتهاد لأن الله سبحانه وتعالى كما مر أنزل القرآن وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين بعضه وأوكل بعضه إلى التأمل والفهم والاجتهاد ولذلك قال بعض أهل العلم في قاعدة مهمة أن التفسير إما أن يكون بنقل أو برأي بنقل ثابت أو برأي صائب التفسير إما أن يكون بنقل ثابت أو برأي صائب فالنقل ما نأخذه عن غيرنا وننقله عنهم والرأي ما نشتهد فيه بأنفسنا ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم هذا هو النقل ومثاله نوع منه ولعلهم يتفكرون هذا هو الرأي والاجتهاد ثم قال وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير قالوها بطريق الرأي والاجتهاد ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة هذا يدلون على أنه لا مانع من التفكر والتأمل وبذل الوسع في معرفة المراد من كلام الله تعالى ثم قال وقد قلنا فيما سبق إنما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصرهم ثم تزايد هذا الغموض على تدرج فكلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يزداد يعني الغموض فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباع معتمدين على ما عرفوه من لغة العربي ومناحيهم في القول وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث طبعا نقل هذا الكلام عن كتاب التفسير والمفسرون وهو كتاب مقيم للأستاذ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى طبعا لا شك أن التابعين زادت في عهدهم الفتوحات الإسلامية وكثر الداخلون في الإسلام وأن كثير من أعلام الصحابة انتقلوا إلى الأمصار المفتوحة ولكل واحد منهم علم يعني يتميز به وعلى يد هؤلاء تلقى تلاميذهم من التابعين علمهم وأخذوا عنهم ونشأت مدارس متعددة كما ذكر الإمام بن تيمية في مقدمته في التفسير ففي مكة مدرسة بن عباس رضي الله عنهما واشتهر من تلاميذه بمكة سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وهو من أخص تلاميذه وعكرمه مولى بن عباس وطاوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح فهؤلاء تلاميذ بن عباس رضي الله عنهما وهؤلاء جميعا من الموالي وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة كما اختلف العلماء في مقدار الثقة بهم والركون إليهم والذي ورد في شيء يعني فيه كلام هو عكرمه فإن العلماء يختلفون في توذيقه وإن كانوا يشهدون له بالعلم والفضل ولا شك أنه إمام في التفسير وأعلمهم تقريبا هو مجاهد الذي قال عنه البخاري وغيره أو قال عنه سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وقد عرض القرآن كاملا على ابن عباس ثلاثة عرضات يسأله ويوقفه عند كل آية في المدينة اشتهر أبي بن كعب بالتفسير وله تلاميذ منهم زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القراضي وفي العراق مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه التي يعتبرها العلماء نواة مدرسة أهل الرأي وعرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين اشتهر منهم علقمة ابن قيس ومسروق والأسود بن يزيد ومره الهمذاني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتاده ابن دعامة السدوسي هؤلاء هم شهير المفسرين من التابعين في الأمصار الإسلامية التي أخذ عنهم الذين أخذ عنهم أتباع التابعين من بعدهم وخلفوا لنا تراثا علميا خالدا خاص هؤلاء الأئمة من التابعين لهم أقوال كثيرة في التفسير ما حكم تفسير التابعي اختلف العلماء فيما أثر عن التابعين من تفسير وذلك إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أيؤخذ بأقوالهم أم لا فذهب جماعة إلى أنه لا يؤخذ بتفسيرهم لأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن فيجوز عليهم الخطأ في فهم المرات وذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذوا بتفسيرهم ويعتمد تفسيرهم لأنهم تلقوه عن الصحابة غالباً والذي يترجح يقول المؤلف الذي يترجح أنه إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره قال ابن تيمية قال شعبة ابن الحجاج وغيره أقوال التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن بعدهم وممن خالفهم قال وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتابوا في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قولوا بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجعوا في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك يعني نأخذ إذا اختلفوا فننظر إلى المرجحات ما الذي يدل عليه لغة القرآن والسنة يعني الحقيقة الشرعية أو دلالة القرآن والسنة ما الذي يدل عليه كلام العرب ما الذي تشهد له أقوال الصحابة رضي الله عنهم ذكر المؤلف أن التفسير لا زال أو لا يزال في هذه المرحلة محتفظا في هذا العصر بطابع التلقي والرواية أكن التابعين بعد أن كثر دخول أهل الكتاب في الإسلام نقلوا عنهم في التفسير كثيرا من الإسرائيليات كالذي يروى عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كما بدأ الاختلاف فيما يروى عنهم من تفسير لكثرة أقوالهم ومع هذا فإنها أقوال متقاربة أو مترادفة فهو من باب اختلاف العبارة لاختلاف التباين والتضاد هذا في الجملة يعني أكثر الاختلاف بينهم اختلاف تنوع اختلاف عبارة لاختلاف تضاد ويوجد اختلاف تضاد لكنه قليل وله مسالك عند أهل العلم في الترجيح بين الأقوال إذا اختلفت وتضادت هذا ما يتعلق بالتفسير في عصر التابعي طبعا كما قلت لكم بأن رجوعهم إلى أهل الكتاب يدعون إلى الحديث عن الإسرائيليات وهذا ما سنخصص له إن شاء الله موضوعا مستقلا بعد أن نذكر التدوين في العصر أو التفسير في عصور التدوين ثم نعرف بأشهر كتب التفسير هذا ما تيسر في هذا اللقاء أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين